بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء اليوم درس جديد في اللغة الإسبانية درس مهم جدا جدا اللي كل سنة يعاد في البكالوريا يطرح بكثرة هات السؤال واللي هو درس عن القواعد عن كومو اكس بريسار ون كونسيخو وساندو البوتنثيال يعني كيف نعبر أو نعطي نصيحة باستعمال البوتنثيال كايين ون تيمبو في الإسبانية اللي يسمى البوتنثيال وكايين دوس تيبوز نوعين اللي هما البوتنثيال سيمبل ي البوتنثيال كونبوستو entonces إلوز دوس سون كوركتوس podemos usar uno دوس دوس يعني ممكن أن نستعمل واحد من الاثنين بدون إطالة سوف نبدأ على بركات الله إذن باش نستعملو الكونديثيال ولا البوتنثيال سيمبل primero tenemos dos formas سوى نستعملو يو ان تو لغر يو كتو ولا يو ماز الكنديثيال سيمبل أو كمفوستو يعني por ejemplo نقولو يو كتو اپرندرية otro اليوم يعني أنا في مكانيك أتعلم لغة أخرى يو simplemente يعني كتالك نقولو يو يعني أنا في مكانيك بسكرية أميغوس سيمبل سيمبل الكوران هذه نصيحة نقولك يلزم عليك أنك تقرأ القرآن ولا بودرياس أبلار كونتوس كومبانيروس إن إسبانيول وهذه كذلك عندها نفس المعنى واللي هي بكل بساطة أنه لازم عليك تتكلم مع زملائك باللغة الأسبانية حتى تتعلمها وتولي تجيدها فهذه كانت درس سريع وبسيط شرحت لكم فيه كيفاش تعطو كونسي كومو دار ون كونسيخو إن إسبانيول كون البوتنسيال يتامبين كون إنفينيديمون تمنى تكونوا فهمتوا الدرس إذا عندكم أي أسئلة أو استفتارات تخلوهم لي في التعليقات ربي نجحكم أعزائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته